وللحديث أكثر عن التصريح الصحفي الذي أصدره قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين بالعراق بالشأن قرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني دكتور عبد الحميد مرحبا بك معنا إياكم الله مرحبا أهلا بكم كما تابعنا أصدرتم في قسم الإعلام بالهيئة تصريحا صحفيا عن قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية كيف تنظرون للقرار وهل صادفة صحيحة الواقع وما تنص عليه المواثيق الدولية من حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ممتلكاته وأراضيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة وليس مفاجئا مثل هذا القرار ولا فيما وقد دابت هذه الحكومات الغرضية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا رأسها الشر في العالم على مثل هذه القرارات وغيرها التي تناصر فيها الظالم وتزيد من نأسات الشعوب المضمومة والكل يعرف أنه سبب البلاء في عالمنا اليوم وأولا وأخيرا الكيان الصهيوني الذي كانت بريطانيا هي الأساس في ذرعه في جسد الأمة وفي قلبها في فلسطين المحتلة وهي اليوم تتخذ قرارا آخر في تدعيم هذا الكيان الصهيوني الغاصد نعم وفي ترسيخ ظلمه وفي الضغط على الشعب الشعب الفلسطيني وكأن هذا القرار كقرارات أخرى كثيرة عديدة هي تؤيده وتزيد من ظلمه بل تدعوه إلى المزيد من العدوان والانتهات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وهو طبعا هي الدولة المحتلة والتي احتلت فلسطين من قبل وسلمت فلسطين للكيان الصهيوني فيما بعد وأسس هذه الدولة الماريقة يأتي هذا القرار الدكتور بعد مرور 104 سنوات على وعد بلفور والذي يصادف الثاني من تشرين الأول يعني في الحقيقة هذه المصادفة أيضا ليست يعني أو لا تمر مرور الكرام كما هو معروف نعم هو ترسيخ لهذا المدى وهذا الزرع زرع الكيان الصهيوني في قلب الأمة وترسيخ لمبدأ العدوان على الشعوب في العالم ولا ننسى أن بريطانيا يعني تاريخها أتود في احتلال البلداني والكثير من بلدان العربية كانت ترسى تحت ظل الاحتلال البريطاني فلسطين التي سلمتها كما ذكرت وذكرنا في القيان الصهيوني وكانت أيضا تستعمر وتحتل العراق قبل أن تخرج منه بفضل الثورات العربية العراقية قبل الثاني نعم ما تأثير هذه القرارات على المنظمات والهيئات والجمعيات اللقين تسعى للتحرر من نير الاحتلال دكتور حقيقة هو هذا اللي لابد أن نأبد في نظر الاعتبار أن هذا القرار هو لا يستهدف منظمة حماس بحد ذاتها وإنما هو يستهدف القضية الفلسطينية برمتها ويستهدف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض بالظلم والعدوان منذ أن احتل من قبل بريطانيا ومنذ أن زرع هذا الكيان الغاصب فيه فهي إذن ليست فقط استهداف لمنظمة حماس ولا لغير المنظمات والجمعيات الأخرى وإنما هذا نوع من أنواع التويق على الشعب الفلسطيني ومحاولة منع كل ما من يؤدي إلى مساعدة هذا الشعب أو الدفاع عن حقوقه سواء كان دفاعا باللسان بالإعلام بالمال بالسلاح كما تفعل فصائل المقاومة الفلسطينية التي هي حق من حقوقها المشروعة والتي كفلتها جميع الدساتير الأرضية طبعا فضلا عن القانون الرباني الذي سمح للمظلوم أن يدافع عن حقه ويدفع عن نفسه يأخذ الماء والعدوان نعم ولكن عفوا تكمالا لسؤالك نحن نعتقد أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار ربما شعور مثل هذه الدول والكيان الصهيوني أنهم يمرون بأزمة ولذلك يلجأون إلى مثل هذه القرارات وهذا معناه أن هذه الجمعيات وهذه الفصائل وهذا الإعلام وهذا السلاح على قلته وعلى صغر حجمه قد أثر فيهم وإن شاء الله نعم بالفعل هذه نقطة مهمة دكتور لأن مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس قال اليوم في تصريح مهم بأن هذه الدولة وكثير من المسؤولين فيها والمسؤولين الغربيين أيضا دائما يحاولون التواصل مع حركة حماس واتصالات بالحركة بشكل متواصل وفي نفس الوقت يقومون بحضر حركة حماس بهذه الطريقة وعلى ما يبدو أن هناك عدم مقدرة لبريطانيا ولغيرها من دول الغرب للفكاك من النفاق اللوبيات الصهيونية التي تؤثر عليها بشكل كبير كما هو معروف بالتأكيد يعني تأثير اللوب الصهيوني على الغربي واضح جدا مع هذه القضية وغيرها هذا عرف الغرب ولسيما هذه الدول الاستعمارية عرفت الدواجية المعاريف مع الدواجية المعائية والموازين المقلوبة أيضا والطرق العوجاء والعرجاء في ذات الوقت فهم يقلبون الحق باطل والباطل حق وهذا جزء من الحرب ضد الحق ولكن دائما الحق مهما طال الزمن فلا بد أن ينتصر بإذن الله تعالى نعم دائما ما رفع الشعب الفلسطيني بحركاته وقواه مطلب اعتذار بريطانيا عن وعد بلفورة الذي أعطى من خلاله من لا يملك لمن لا يستحق أرض فلسطين المحتلة ولكن للأسف كما قلنا قبل قليل بعد 104 سنوات ترج بريطانيا بحضر حركات مقاومة حية ضد المشروع الصهيوني ووضعها على قوائم الإرهاب كيف يمكن التعليق على هذا الرد؟ يعني هذا يظالم في عنجهيتها وفي ظلمها وكأنها مصرة على هذا الواطل وعلى هذا القرق الكبير الذي صنعته بهذا العمل ولكن كما يقال دائما أن مثل هذه الحقوق لا تصفت أبدا بالتقادم ولا ننسى أن كثيرا من الشعوب التي غزحت تحت الاستعمار والاحتلال فإنها مهما طال الزمن قد تحررت وخير مثال على ذلك الجزائر التي استطاعت مهما فعلت فرنسا ومهما بذلت ومهما فنعت ومهما انتهت إلا أن الجزائر استطاعت أن تمخضت من جديد وتتحرر وفلسطيني اليوم يعني بمناسبة رغم كل ما مورثت حدوان واضحاد وتضييق ضد الشعب الفلسطيني هذه ليست المرة أولى التي يتخذ مثل هذا القرار قرارات سابقة وغيرها كثير جدا ولكن نرى أبناء الشعب الفلسطيني لا يزالون يصرون على التمسك بحقهم ولم يقدموا أي تنازل إلى هذه اللحظة ورأينا انتصارات رغم أنهم يواجهون هذا الأدوان وسلاحه ومن معه من العالم يواجهون بصدور عارية ولكن الصدور العارية هذه بيئة بالإيمان وإيمانهم بحقهم وبقضيتهم وإن شاء الله تعالى نأمل أن يكون نصر الله تعالى قريب ومتحل عيوننا جميعا بالمسجد الأقصى ومحرور نسأل الله ذلك دكتور جميعا ولكن هناك نقطة مهمة دكتور يعني يسلط عليها المراقبون الضوء وهي الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وكيف أنها هيئت الأشواء للغرب والدول كثيرة بأن تزيد من حدة نفاقها وتقربها من دولة الكيان يعني نعتقد أنه ربما هذا أيضا في هذا القرار ويأتي في إطار هذه الحرب حرب التطبيع ضد الشعوب لأنه رأينا كيف أن هذه القرارات قرارات التطبيع التي دعي أنها قد نجحت وتوسعت إلا أنها ثبت أنها فاشلة وهي مقتصرة على الأجهزة الرسمية الحكومية لبعض الدول وإلا فإن جميع الشعوب العربية الإسلامية رافضة بأي نوع من أنواع التطبيع ولا يضرنك بعض الأفراد الذين هم أتباع لتلك الحكومات فالشعوب العربية الحية هي رافضة لهذا التطبيع رافضا قاطعا وخير مثال ما رأيناه من تكاتف الأمة ونهوتها إنما كانت هنالك هذة فلسطينية أزرتها الأمة جمعاء فيما سمي بالفترة الأخيرة بقوس القدس أو حرب قدس سيف القدس نعم هكذا كان الإسم أو نعم سيف القدس معركة سيف القدس نعم سيف القدس نعم معركة سيف القدس فرأينا كيف أن الجموع الأمة من شرق الأرض وغربها إنما تكاتفت مع أبناء الشعب السلسطيني فكسرت لذلك ما سمي بالتطبيع وبيّنت خلاله وهزمته أشكرك جزيلا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني كنت معنا عبر الخط الهاتفي ترجمة نانسي قنقر